نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر حذر من استهداف الفلسطينيين الصحفيين في أي هجوم بري إسرائيلي على غزة وقال اللي بتمارسوا إسرائيل ضد الصحفيين الفلسطينيين قتل ممنهج وجرائم حرب والنقابة قدمت شكاوة رسمية لمحكمة الجناية الدولية بخصوص جرائم قتل الصحفيين وعدم بدء إجراءات التحقيق في القضايا دي هو مشاركة في الجريمة وإعطاء ضوء أخضر للاحتلال عشان يمارس جرائمه يعني حتى أنت أستاذ ناصر طالع بتتكلم وبتحذر من استهداف الصحفيين الفلسطينيين في أي هجوم بري يعني أنت كمان مستني الهجوم البري يحصل وتتكلم عنه برضو بهذه الأريحية بيقولني فيه 18 صحفي يستشهدوا و50 مؤسسة إعلامية اتدمرت بالكامل ومؤسسات تانية أصيبت بأضرار وفيه 30 صحفي أصيبوا و22 إزاعة محلية توقفوا عن العمل يقام بسبب القصف أو أن ما فيش كهرباء أو ما فيش وقود يخلي يبقى فيه كهرباء قال لك مش بس الصحفيين استهدفوا لأ ده كمان عائلتهم استهدفوا وهم بينقلوا الأحداث وهم وقفين بيصوروا في المستشفيات يكتشفوا أنهم بيصوروا جثث أسرهم قال إحنا قدام صمود هائل لا يمكن يتحملوا بشر ترجمة نانسي قنقر